السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا اليوم من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب عطارد اللي رح ينتقل من برج الجوزاء لبرج السرطان يوم الاثنين سبعتاش حزيران يونيو زي ما ذكرت ان يوم الاثنين سبعتاش حزيران يونيو الساعة التسعة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينج رح ينتقل كوكب عطارد لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان أيضا بحركة سريعة لغاية يوم اثنين سبعة يوم الثلاثاء ظهر يوم الثلاثاء اثنين سبعة الساعة اثناش وتسعة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج كوكب عطارد معروف انه هو المسؤول على قدرتنا على التفكير نقل افكارنا للغير وايضا تقوية الذاكرة وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات طبعا عيجابياته انه بيعطينا الفضول العفوية قوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وايضا تحليل الامور وكثرة الحركة ولكن من سلبياته انه هو لما بيكون منتحس على طول بيعطينا العصبية والتهور اكيد رح يشعروا موليد برج السرطان اللي يعني كان مضغوطين بالفترة الماضية بشكل كبير بسبب تواجد كل الكواكب في بيت المتاعب عندهم او بالابراج اللي ما قبلهم الان بدأت الكواكب هاي توصل لعندهم بداية كانت الزهرة اللي كانت قبل ساعات وصلت لعندهم والان عطارد رح يوصل لعندهم فهذا الشيء رح يعطيهم نشاط فكري وذكاء وقدرة على الكتابة والتحليل وقوة الحدث والتركيز والقدرة على اقناع الغير بوجهة نظرهم وايضا بتزداد الرغبة عندهم في الدراسة والمطالعة واجراء اتصالاتهم الضرورية ودل الحركة والتأثير المباشر على كل شيء وبتصبح نظرتهم للأشياء وللأمور من حولهم اكثر تدقيق او اكثر عمقا او اكثر وابعد رؤية وبتبشر حركة عطارد باكتشافات جديدة مثل عقاقير طبية ناجحة بيستفيد مواليد طبعا الابراج المائية هم اكثر المستفيدين لهم السرطان والعقرب والحوت وايضا مواليد الابراج الترابية لهم برج الثور والعدرة والجدي وكل شخص لما انولد كان موجود عنده عطارد ساعة ولادته في برجه او في طالعه لهو السرطان عشان نتأكد من التأثيرات عشان نعرف فيها ايجابية ولا سلبية لازم ننظر للزوايا بالبداية وبما انه الدخلة رح تكون بنفس الحركة هي والزهرة فالزوايا رح تكون متشابهة مع الزهرة لانه نفس الكواكب اللي رح تشكل معها فطبعا اول زاوية رح تكون هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية يوم سباطاش ستة يعني في نفس اليوم للانتقال ولكن انه رح يكون هاي زاوية بتتشكل الساعة سبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش والانتقال رح يكون الساعة تسعة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينتش يعني على اخر درجة ومعروف انه دائما سبع درجات قبل او بعد بالزاوية بتظل متشكلة الان للحركة السريعة فاذا هو ثلاث ايام قادمة ذروة هاي الزاوية وتأثيرها على الجميع يعني لغاية يوم عشرين ستة بيكون من الصعب بسبب هاي الزاوية معرفة مشاعر الاخرين وبيكون من الصعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي فيه الناتج عن ذلك ممكن نرتكب اخطاء في احكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات امل بتجعلنا نرتكب اخطاء في احكامنا بشكل مباشر ما بنقدر نتراجع عن هاي الامور وبرضو ما بنقدر نتوصل لشيء دوليا هي بتدل على وقوع جدل بين احزاب اليمين واليسار باي بلد فيها احتدام لهاي الامور اغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري او الاشتراكي وبتم فضح بعض الحقائق والتلاعبات اللي تتعلق بالاعلام او تتعلق بالميديا اللي تسوقت بالفترة الماضية بتم اكتشافها او الافكار اللي انحكى فيها بالفترة الماضية بتنكشف حقائق بتكون مفاجئة للجميع وايضا نوع من انواع التلاعبات وخصوصا في قطاع البحري او المجال الفني وممكن تشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية والبحرية او نزاع بين بعض الطوائف المذهبية او الفرق الدينية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الزهرة وبين عطارد هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والادبية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وبرضو بتعطي وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الاخرين ومنستفيد من الراحة اللي بتوفر لنا الها هاي الزاوية بالدعوات اللي بترافقها يا سفر يا تسلي يا ترفيه اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون يوم واحد وعشرين ستة وعادة هاي الزاوية بسود شعور عام بالوئام بسببها فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزيز العلاقة مع احبائنا وبتشجعنا على القيام بمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري كما انها بتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في اذ ادى اعملنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية رح تكون يوم ستة وعشرين ستة بتعزز قدرتنا على تحليل الامور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية نتصرف بحكمة من ثابر في اعمالنا او مشاريعنا وهو الوقت المناسب لتنفيذ اعمال فكرية بتتطلب التركيز او لانجاز مضاربات عقارية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث ايجابية بين عطارد وبين اورانوس فهي الزاوية رح تكون يوم ثلاثين ستة مننشط ومنباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في نفس الوقت كمان بتعزز قدرتنا العقلية بتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية كان صعب علينا او تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وقوة الحدث الموجود لدينا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التثليث ايجابية بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون يوم اثنين سبعة ما نصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولها دون ان يعبروا عنها بصراحة بما انه الزاوية اجمالا كلها ايجابية بالفترة القادمة الا اول يومين رح تكون تأثيرات الزاوية تربيع مع نبتون الا انه اجمالا رح يكون الايجابية الطاغية على كل احداث عطارد او حلقة الزهرة ايضا نزلت برضو نفس الشيء الها تأثيرات ايجابية علينا خلينا نشوف ايش التأثيرات رح تكون على جميع الابراج بالفترة القادمة ونحاول نسمع برجنا وطالعنا لنعرف ايش بالضبط اللي احنا بامكاننا نستغله بشكل ايجابي برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا تنصب افكارهم حول شؤون عقارية وبيتية وعائلية ممكن نسمع خبر مفرح بخصوص عائلتنا وهي فترة مناسبة جدا لتغيير محل الاقامة او للقيام بمشاريع تتعلق بالمنزل او بالعقارات او الاشخاص اللي بفضلوا او حابين يدخلوا في مجال العقارات فهي فترة مناسبة لهذا الموضوع وايضا للاصلاح والترميم او تجديد سكن فهي فترة ممتازة جدا لا الهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وايضا بعد موليد هذا البرج ممكن يشتروا سيارة او جهاز كمبيوتر او حتى تليفون جديد مثلا اجهز الالكتروني اجمالا وهي فترة مناسبة للقيام باسفار ودراسة والعمل والمشاركة في لقاءات او ندوات فكرية هاي فترة نشطة حتى للاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة فعندهم قدرة على التسويق بشكل كبير برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال ممكن تسمعوا خبر سار بخصوص عملكم او ممكن تحصلوا على ارباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية يعني نشاط عالي جدا فكريا بسهل عليكم انه تدرس السوق بشكل جيد او تستغل الفرص للتحصيل على مكاسب مالية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءهم وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات والتواصل مع المحيط بتتمكنوا من انجاز بعض اعمال مهمة وبتجدوا سهولة في متابعة دراستكم او مسائلكم وبرضو بتعطيكم طاقة عالية للتحرك افضل من الفترة الماضية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هنا التركيز رح يكون والاهتمامات في الغيبيات وهي نقطة بحط عليها علامة استفهام لدى كثير من موليد برج الاسد ذكورا مهيناثا انه اي شخص بيعتقد انه الضغط اللي رح يصير عليه هو بسبب سحر او عين او عمل حدب عامله شغله فهذا خاطئ تماما هي فترة ضغط كاملة والان والان كثير من اللي رح ينتصب عليهم وينضحك عليهم في هذا المجال انه مع موليكو سحر تعالى فكلكو اياه هم وليد برج الاسد فعشان هيك بيهتموا بالغيبيات بشكل سلبي ممكن تجدوا حلول للتخلص من بعض المشاكل والصعوبات اللي بتعقكم ولكن بعقلانية اللي بيشتغلوا في المجال الروحاني ممكن يبدأوا بعلم جديد او بالغيبيات يبدأوا بعلم جديد او يتطلعوا على اسرار بعض الامور برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء ممكن تتعرفوا على اصدقاء جدد او ممكن تتلقوا اخبار سارة عن اصدقاء بيقيموا خارج البلاد او ممكن تعززوا علاقات او نشاطات اجتماعية تحصلوا من خلالها بعض المكاسب او ممكن تقوموا بمشاريع او لقاءات فكرية مع اصدقائكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل وبتعزز من مكانتهم بشكل جيد ممكن يقنعوا رؤسائهم بشخصيتهم او بانجازاتهم وممكن يحصلوا على ترفيع او ترقية وممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع اشخاص ذوي نفوذ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بينشطوا بالسفر او برغبتهم بالسفر لبعيد او خارج البلاد وايضا بالاتصالات لبعيدة وبيستفيدوا بشكل كبير الطلاب بهاي الفترة وخصوصا الجامعيين او اللي بياخدوا دورات او بيتعلموا لغات مثلا في دراستهم او بيتعلموا اشياء جديدة هاي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات او التعامل مع الغرباء او اشخاص خارج البلاد وايضا فترة للهجرة او الاقامة في مكان اجديد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة تنظيمها دراستها تحليلها ايجاد علاج لبعض المسائل المالية المشتركة وحلها وبتجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون او النفقات المالية وبرضو بتفتحلكوا مجال لتطوير اعمالكم وخصوصا المشتركة بمال الزوج او الزوجة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد بيتبادلوا الاراء والافكار مع الشركاء وهي برضو بتعطي دفعة اكبر لا تكون علاقاتكم مع زوجاتكم او مع شركائكم مرضية بيطبعها العطف والمودة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحكم او اقناع الطرف الاخر اذا كنت بتحب او كنت بتحبي فهاي فترة لا اقناع للارتباط والزواج برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتفقدهم افكارهم مع زملاء العمل بيصبح العمل ممتع انكو قدرة على انجاز كثير من الاعمال المطلوبة منكم بتزيد حيويتك وايضا صحتك صحيح انه ممكن يكون في بعض التوتر في علاقاتك مع بعض الزملاء الا انه سريعا تقدر تتجاوز هاي المرحلة وتقلب الامر من توتر لا نوع من انواع الهدوء الكامل ايضا تفتح مجال انك تبدأ بعمل جديد او عرض جديد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هاي فترة ممتازة جدا بيتمارسوا نشاطات ادبية ممكن تحثوا اولادكم على الدراسة ممكن ترفوا عن انفسكم ممكن تمارس هوايلة لك بشكل كبير وايضا ممكن تلتقي باحد الابناء بشكل مثلا لك فترة مش شايفه تلتقي فيه او تتصالح معه يعني في لقاءات ممتعة بيكون لها اثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي اوقات ممتعة وهي فترة مناسب جدا لتحقيق نجاح فكري او ادبي ايضا هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء